ماتش الاهلي والزمالك خلص والزمالك كسب وفي حكاية لازم اتكلم فيها في الاول ونحط النقط فوق الحروفة جماعة ونسهل الدنيا على بعض في اي حتة في الدنيا في اي مكان في الدنيا مباريات الدربي دي لها طابع خاص ما بالك انت مباراة بين الزمالك والاهلي واحدة من اهم الدربيات في الشرق الاوسط والقرى الافريقية والعالم فطبيعي يبقى فيه اهتمام وفيه اهزار وفيه ضحك وفيه منواشات كده كوميديا لزيزة لما الفرقة دي تخسر لما الفرقة دي تخسر ده عادي والله العظيم ده عادي والله ده عادي هو احنا بنتكلم فيه اصلا الاهل يكسب يقول لك يا عم بص بقى بص جمهور الاهلي بقى بص الناس اللي بتشتغل في الاهلي بص عاملين حفلة ازاي وفرحانين اتكسبت و اي عم الزمالك يكسب بص يا عم بتوع الزمالك بقى عاملين زيتين وفرحانين ومش عارف ايه وبتاع انت عاملين ايه يا عم انتكسب ما عادي يا حبيبي ما دي كرة اصلا جزء من متعة كرة القدم او اي منفسة رياضية في العالم هي المناوشات اللذيذة دي اروح عامل كومت هنا اروح داخل بهزر هنا اروح رايح لصاحبي بكرة اقول له شفت احنا كسبناك بقى ده احنا عملنا وبهدلنا فيكم مش عارف ايه منو احنا صغرين من قبل ما احنا نتولد دي كرة في اي مكان في الدنيا مش بس في مصر ترايه بقى الناس تقول لك ايه الحق الحق ده بص طلع طلع كتب ايه ده رجل الزمالكاوي ده ابن نادي الزمالك اللي كان مسئول قبل كده طلع بيقول احنا كسبنا الاهلي وعملنا في الاهلي ما هو زمالكاوي يا حبيبي طيب تلاقي واحد اهلاوي لما يكسب هو واحد زمالكاوي لما الاهلي بيكسب يطلع يقول لك بيشوف فرق بقى على الاهلي وشايف الناس كلها مع الاهلي ازاي وشايف الناس كلها بتحفل ازاي وشايف يا حبيبي ما هو كسبان كسبان يعني احنا بقينا اصلا عندنا مشكلة فكرة ان احنا بنتكلم في البدهيات المطلوب يعني يعني دلوقتي مثلا في الاتي كسبانة انا في الاتي كسبانة مش الاعلام حط الاعلام ده على جنب مشجع عادي في الاتي كسبانة انا المفروض اعمل ايه اقول لا انا مش هخش همبسط على الفيسبوك او على تويتر عشان خاطر صاحب الاهلاوي ما يزعلش وما يتقمس انا بقى ايه اهلاوي وكسب انا زمالكاوي والاهلي كسب فانا مش هخش اقول كلمة تدايق الاهلاوي عشان يكون مكسبان هي قصة ماشية ازاي معاكم وليه بقى عندنا حسيات في الكورة بالمناسبة يعني السادة المشاهدين اللي بيتفرجوا على قنوات اجنبية اتفرج على قنوات الاجنبية بيحصل فيها ايه اتفرج على المشجعين برا على تويتر بيكتبوا ايه لما في رئيتهم بتكسب حفلت وطلع ده على المسرح وهزر وتلاقي المزيعين والمحللين بيهزروا مع بعض وتلاقي المحلل ولا المزيع بيلفل لستوديو كده وبيعمل رأصة لما في رئيته اصلا بتكسب والدنيا سهلة ليه يا جماعة ببساطة عشان احنا بنتكلم في الكورة فيه ناس بقى اخدتنا الفكرة ايه لا 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 اوعى اوعى تباين المبساطة او اوعى تباين ان انت فرحان رغم ان انت ابن الزمالك وابن ابن من الزمالك وانت ابن الاهلي وابن ابن الاهلي تمام بس لو عملت كده هيتقال عليك متعصب لو بي انت فرحتك يبقى انت ما ينفعش تشتغل في العمل العام ليه مين قال كده ازاي بينا نحسب الامور بالطريقة دي رياضة كورة تسلية متعة ضحك هزار لزازة لك يعشان احنا اصلا ما بقناش عارفين نتفهم ده فالموضوع راح مننا في سكة تانية لو نزعل وندرب ونكسر ونشتم ليه كل ده في حاجة اصلا هي ما فوق بترفق عنك دي نقطة بس حبيد ابدأ بيها يعني